اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احباي مشاهدي قناة الحرية في كل مكان في العالم أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج قوة الصلاة ده وقتنا الاسبوع اللي بتجمعنا في قناة الحرية علشان نصلي مع بعض علشان ندخل محضر رب ونختبر قوة الصلاة قد ايه بشكر رب على المعجزات العظيمة اللي رب عملها معنا طوال السنوات اللي فاتت وايماني اني لسه اللي جاي هيبقى اعظم واعظم واعظم المرة اللي فاتت احبائي كان رب يعني بينبهنا وبيفرحنا بانه هيرد كل مسلوب مننا سلب الشيطان شعرت جوايا المرة اللي فاتت ان في معجزات كتير هتحصل خلال الاسبوع وانا واثق ان ربنا عمل معجزات مع ناس كتير جدا معاكم طوال الاسبوع ورد مسلوب ما كانش في الحزبان ابدا انه رد او كان التفكير في استرجاعه من جديد مرتبط دايما بكلمة مستحيل لكن شكرا للرب من كل القلب لانه لا يستحيل على الرب شيء صلاتي من اجل ايضا الناس اللي في حاجات الشيطان لسه سلبها منهم انهم يصلوا علشان رب يرد ليهم كل مسلوب اذا كان الشيطان سلبك فرحك قوتك سلبك زوجتك سلبك اولادك الرب يقدر يرجع لك كل ده تعالى قدام راو فيش حد تاني يقدر يرجع لك المسلوب ممكن تكون بتصرخ لناس يساعدوك ممكن تكون بتحاول لكن النهاردة من خلال برنامج قوت الصلاة بحب اقولك ان الرب هو اللي يقدر يعمل ده مهما كان الشيء اللي سلبه منك ابليس الرب هيرد المسلوب النهاردة مكملين في نفس الاتجاه الرب مش هيرد المسلوبه بس لكن الرب هيعوض عن السنين التي اكلها الجراد واعوض لكم يمكن حطيت عنوان للحلقة النهاردة الهي هيعوضني ونفسي في نهاية الحلقة كل واحد بيسمعني النهاردة وبيصلي يكون بيقول كده في قلبي الهي هيعوضني سنين التعب هتعدي وإلهي هيعوضني عن كل تعب وعن كل مشقة بيسعدني ويشرفني ان يكون معايا شريك الخدمة الأسيس مجد بولس أهلا بك أسيس مجد أهلا وسهلا دكتور أهلا بك إلهي هيعوضني أمين أمين في اسمي يسوع هو إله التعوضات هو اللي بيعوض عن السنين اللي أكلها الجراد إله التعودات في زمن التعودات يعود عن كل ما أكله الجراد يريد تبدأ إلينا الحلقة بالصلاة زي ما إحنا متعودين يا رب نشكرك نشكرك نباركك يا رب جايين أمامك بنتعبد إليك يا رب لأنك أنت مكتوب عنك أنك تغير الأوقات والأزمنة يا رب أشكرك لأنك أنت تعود عن السنين التي أكلها الجراد يا رب إحنا جايين النهاردة بإيمان مع حبائنا المشاهدين اللي بيشاهدونا في كل مكان وبنعلن يا رب إيماننا وبنعلن ثقاتنا فيك وبنعلن أنك أنت لا يستحيل على الرب شيء يا رب النهاردة املأ لبنا بإيمان يا رب شجع كل نفس يا رب أعدى دلوقتي بتشاهدنا سواء عائلات أو أفراد يا رب كل نفس بتصلي لأجل أمور وفقدت الأمل فيها يا رب إدي لكل نفس أن تمتلئ بإيمان وتأخذ هذا الكلام على محمل شخصي إلهي هيعوضني يا رب إحنا بنصق فيك يا رب بنؤمن فيك يا رب إنه حتى لو كانت المفشلات كثيرة حتى لو كان يا رب الواقع مرير لكن أنت تغير الواقع يا رب أنت يا رب تصنع أمور عجيبة في حياة كل واحد بيشاهدنا النهاردة وفي حياتنا يا رب بنيجي قدامك بنعلن إيماننا فيك يا رب تكلم إلى كل قلب بروح القدس شدد الركب المرتعشان نسبتها بالحق نسبتها بالكلمة يا رب في هذا الصباح نمتلئ إيمان يا رب ونقول مع عبدك ولكنني أنا ملآن قوة روح الرب وحقا وبأسا املأ كل نفس بإيمان النهاردة شدد كل نفس بتشاهدنا بقوة يا رب النهاردة اعلن أنك أنت الذي تعود عن كل ما سلبه العدو منه نضع الكل بين إيديك يا رب ونزق أنك تسمع تستجيب لنا في الشفاعة الكاملة يا أبانا لكل الإكرام وكل الله آمين إلهي انت هتعوض يا رب عن كل سنوات المشقة عن كل سنوات الحرمان يا رب بقولها بملء الفم إلهي هيعوضني وأنا مليان بالثقة إنك ستصنع ما عنديش شك على الإطلاق يا رب إنك هتصنع وستصنع ببأس يا رب أصلي من أجل يا رب أحبائي اللي اكتازوا في ظروف صعبة كثيرة وعاشوا سنوات طويلة من حرمان إنك تيجي يا رب بتعوضات الوقت اللي جايي يا رب اللي انتظروك لسنين طويلة تيجي يا رب تيجي وتعوض ليهم يا رب عن سنوات الانتظار إبراهيم انتظرك وعوته يا سيد الرب ويوسف انتظرك وعوته يا سيد الرب كل من انتظروك يا رب كانت تعوضاتك لهم عظيمة جدا أشكرك نباركك يا رب يا رب أسألك يا رب إن النهاردة يكون بداية زمن التعوضات في حياة يا رب كل من يشاهدنا إن النهاردة يا رب تبقى بداية السنة من بركات غامرة يا رب تغمر بيها يا رب كل إنسان يسألك النهاردة ويطلبك ويؤمن يا رب إنك تعود له عن السنين التي أكلها الجراد يا رب يا رب منتظرين يا رب الوقت اللي جاي يا رب منتظرين مفاجآت سماوية منتظرين المطر المبكر والمتأخر منتظرين الغمر يا رب منتظرين السكيب الإلهي منتظرين المعاملات الإلهية منتظرينك يا رب منتظرين التعوضات واثقين يا رب إنك بتسمع وتستجيب ولك كل المجد آمين اشتركوا في القناة 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 في منطهة الصعوبة ولما كنت اقول له ربنا يعوضك كان يقول لي دي اصعب كلمة انا بسمح انا مش عاوز اسمع من حد كلمة ربنا يعوضك الكلمة دي بتتبحني زي السكينة اي حد بيشوف الظروف اللي انا بكتس فيها دايما يقول لي ربنا يعوضك والحقيقة انا كنت بصر وبقول لما يجي وقت التعوضات الالهية هيبقى لنا كلام تاني وجه وقت التعوضات الالهية ولما بديت اسأل هذا الانسان ايه رأيك ربنا عوضك قال لي عوض اكثر بكتير جدا مما كنت اظن يمكن البعض منكم وهو بيسمع ربنا هيعوضني الكلام بالنسبة له مؤلم طب ما انا ليه سنين طويلة ومش شايف اي نوع من التعوضات انا مش عاوز اسمع الكلام ده لأ انا هقول هذا الكلام وهقوله بالروح القدس رغم عن عين الشيطان هعلن هذا الكلام ربنا هيعوض ربنا هيعوض عن السنين اللي اكلها الجرات اذا كنت بتعيش في واقع قليم هذا الواقع سيتغير كمان عاوز اقولك حاجة وانت بتكتاز في ظروف صعبة انا مش عاوزك تبقى محصور جوه احزانك لكن انا عاوزك وانت بتكتاز في الظروف الصعبة تحيا بايمان وتفضل فرحا بالراب تخليش اي حاجة تنزع فرحك الرسول بوليس وهو في السجن بيبعث اربع رسائل منهم رسالة فليبي رسالة الفرح افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا افرح افرح وانت في الامك افرح في وسط ظروفك لان رب هيجي وهيغير الظروف وعاوز اقولك ما تربطش فرحك بظروفك لكن اربط فرحك بيه هو موجود معاك هو الهك هو المسؤول عنك هو المتكفل بيك افرح بيه واعلن النهاردة ايمانك انا بأصر رسالة لكل المنحنين لكل المتزمرين رب يقولك اوم 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 تشدد بالرب الهك لا تكن هكذا لكن تشدد بالرب الهك اوم وامتلئ رجاء اوم وقول له رب انا مسدق رب انك هتديني واقع تاني وكل اللي بيحصل في حياتي هيتغير بصلي من كل قلبي ان ربنا النهاردة يغير مفاهيمك وان ربنا يطلعك من حفرة اليأس اللي انت واقع فيها اذا كنت محتاج مساعدة بالصلاة انا بقوة بقوة الصلاة اتواصل معنا تقدر تتواصله من خلال تليفوناتنا اللي ظهر على الشاشة او من خلال الفيسبوك اللي بنبس عليه بس مباشر او من خلال الويب سايت بتاع قناة الحرية تقدر تتواصله معنا بطرق كتير جدا تعالوا مع بعض نختبر قوة الصلاة كيف بتغير الواقع وخل الرب ييجي بإتمام موعيده ويعوض عن كل السنين التي اكلها الجراج السيس مجدي يعني ايه الرب يعوض نيه كلمة دي تعني ايه بالنسبة لك تعني ان فيه زي ما فيه زمن للتعب فيه زمن للفرح زي ما فيه زمن زمن زي ما كنا بنقول الاسبوع اللي فات كان فيه مسلوب فيه زمن هيترد فيه المسلوب الحقيقة فيه مرحلة خطيرة يا دكتور اكرام في انتظارنا للرب اللي مرت بها صرة في تكوين 18 لما جالها صوت الرب ضحكت بيقول الكتاب فضحكت صرة في بطنة قائلة ابعد فنائي يكون لتناعم وسيدي قد شاخ كلمات اللي بتقولها صرة هي كلمات وقعية كلمات حقيقية بتعبر عن حالتها لكن فيه حاجة تانية فيه صوت تاني جاي والحقيقة زي ما حددت كنت بتقول على الشخص اللي انت بتحكي عنه ان بيكون فيه مرحلة بنظن فيها انه خلاص انا مش عايز اسمع الكلام ده بيوجع من كتر ما انا انتظرته يعني زي ما بيقوله الكتاب بيقول الرجاء المماطل يمرض القلب فانا شعر بمرض لما حد يقول لي ان فيه زمن تعبدات من كتر ما طالت المدة لكن الحقيقة ان الرب قال لها انت ضحكت في بطنك لكن هيجيلك هيجيلك الضحك الحقيقي هيجيلك اسحق طبعا السيدة المشاهدين عارفين ان معنى اسمها اسحق ضحك ابن الضحك فهي ضحكت في بطنها وقالت معقولة واحيانا ممكن نكون احنا كمان بنقول الكلمات دي بنقولها على حياتنا بس عشان خايفين لان يجينا امل والامل يتقطع فنتوجع فانا مش عايز يكون عندي امل يعني انا بتوقع الاسوأ دائما علشان يعني اي حاجة تيجي تبقى احسن لكن لونا توقعت امور عظيمة اتعب لما مجيش زي المرأة الشنامية لما قالت لإليشا وهو بيوعيتها بانه هيكون لها ابن ورجلها قد شيخ يعني لا تخدع ما تجذبش عليه ما تدينيش امل اهو مش عايزة توجه والامل ده مش هيتم ويمكن فيه ناس بيسمعونا دلوقتي اسيس مايك دي بيقولوا ما تدينيش امل علشان ما نتوجعش لا ده احنا هنقدم امل لان يسوع هو الامل ويسوع هو الرجال يعني انا عايزة اقول فيه مرحلة لو انا اديت ودني للواقع هي حسبت يعني لما خلفت كانت تسعين هل يمكن واحدة تسعين سنة تخلف بالمنطق والطب حتى في القرن الواحد وعشرين اللي احنا فيه يعني ما فقالت ابعد فنائي يكون لي تناعم وسيدي قد شاخ ده صوت الواقع اللي انا كنت برنم عنه من شوية لكن الرب عنده واقع تاني العاقر واللي جزها شاخ صار قبل جمهور كثيرة لجمهور كثير ابرام صار اسمه ابراهيم قبل جمهور وصار كان اسمها ساراي اتغير اسمها لصار والرب عوضها فانا عايزة اقول ما تعودش في مرحلة الضحك الداخلي دي اللي هي كل محد يدي لك كلام مشجع او يعلن لك حق الرب فانت تسخر منه او تضحك في داخلك وتقول ما خلاص بقى راحت لأ النهاردة الرب بيقول لنا إلهي عوضني نعم ولما عوضها اداها اسحاء في كل الأديان يا دكتور اكرام يذكر ابراهيم واسحاق ويعقوب يمكن يا أسيس مجدي كمان الإنسان مش مصرته بالواقع المادي لكن الإنسان سروره بما يؤم به يعني هاوضح أكثر لاني ممكن دي تبقى صعبة لدى كثير من الناس يعني في ناس كتير ظروفها كويسة ده الواقع بتاعها وما عندهمش مشاكل لكن هما مصدقين إن الدنيا هتتغير ومصدقين إنهم هيصابوا بأمراض ومصدقين إنهم هيواجهوا كوارث علشان كده مش قادرين يستمتعوا لكن عايشين في مخاوف وعايشين في أحزان ده ده اللي بيؤمنوا به ده اللي مصدقينه وده اللي بيتوقف عليه قلبهم بيبقى فرحان ولا قلبهم بيبقى تعيس يامنة ظروفها ما عندهاش مشاكل لما بععد معاهم بألمس إنهم في منتهى التعاسر وكتير أقول يعني يا رب ديني شوية ذكاء أفهم يعني إيه المشكلة اللي عندهم هما معدهم مش مشاكل لكن هما مصدقين أفكار معينة ممكن الأفكار دي يكون بيبسها الشيطان ليهم فهما مصدقينها فحرماهم من التمتع بكل عطايا ربنا وعايشين في دائرة الأحزان وعلى العكس ممكن أبقى عايش في واقع مليء بالألام لكن أنا مصدق وعود الرب لي أنا مصدق إن الرب وعدني يديني واقع تاني فإيماني وتزديقي بيخليني أعيش في فرح إلى أن يتم الوعد يعني أنا عاوز أقولك عاوزك تقول ربنا هيعوضني والغاية لما ربنا عوضك لازم تعيش فرحان بالإيمان تستحضر الفرح السماوي وتعيش فرحان متمتعا بإتمام الموعيد قبل أن تتم بالعيان ده اللي أنا عاوز أقوله لك السعادة الفرح ما لهمش دعوة بالواقع ما لهمش دعوة بالعيان لكن ليهم دعوة أنت بتؤمن بإيه أنت بتؤمن أن بكرة هيبقى هباب أنت بتؤمن أن بكرة هيبقى في كوارث وفي نكبات ولا أنت بتؤمن أن بكرة خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي يتالي كمان أنت أسيس مجدي تقابلت مع ناس إلى حد ما ما عندهمش مشاكل وفي نفس الوقت هما في منتهى التعاسة وابنتذكر أثناء خدمتنا في مصر أن احنا تقابلنا مع ناس يعني ظروفهم في منتهى الصعوبة لكن ما شوفناش ناس فرحانة زي الناس دي يعني أنا سدق لي أسيس مجدي نفسي أحضر اجتماعات هنا في أمريكا الناس كل اللي حضرها ظروفها كويسة يعني بالمقارنة نفسي أشوف كم الفرح اللي كنت بشوفه في اجتماعات رفية بسيطة في مصر الناس اللي بيحضروها ناس في منتهى البساطة وحياتهم مليئة بالمشاكل لكن اجتماعاتهم فيها حضور إلهي وفيها فرح سماوي لا يمكن التعبير عنه إذن الأمر يرتبط بالإيمان وليس بالعين فضلك الكتاب يقول إذا زاد الغنى زاد الهم فأحيانا كتيرا بتكون بركات الرب لنا أو الحاجات العطاية المادية بتزود الهم عندنا بس أنا عايز أقول أن مشكلة الناس دول أن إحنا دايما عايزين كل حاجة يعني في خط مستقيم أحسن حاجة أحسن حاجة في المعيشة أحسن حاجة في الدخل أحسن حاجة في الأولاد أحسن الحقيقة الحياة والكتاب بيعلمنا أن الأرض مش هي السماء الأرض ليست هي السماء فأنت ما تبحثش عن الكمال وإنت هنا على الأرض فأنت عايز من جميع النواحي كل حاجة تكون كويسة مش هتوبى الحياة لو ده لو ده حصل هتوبى دي السماء مش الأرض لكن الأرض لابد أن يكون فيه حاجات والله الحقيقة في الكتاب المخدس بيعلمنا إنه بيعمل كده علشان ينقلنا نقلات جديدة إبراهيم كان راجل من أطقى الناس اللي في الكتاب المقدس طبعا بيسمى حتى في العاد الجديد أبو المؤمنين لكن أبو المؤمنين هذا كان محروم من الأولاد متخيلين معايا ليه ربنا عمل كده لأنه عايز يعمل مع إبراهيم حاجة مختلفة تماما عن اللي هو بيفكر فيه عن بقية الناس يمكن عبيد إبراهيم بيخلفه عبيد إبراهيم عندهم أولاد كتيرة وإبراهيم يبص ويقول له أنت إزاي بتباركني وإزاي بتقولي أن أنا هباركك وإزاي أنت بتقولي أنا بحبك وأنا محروم ماذا تعطيني قاله كده قاله كده في تكوين 15 ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما يعني كل الغنى وكل الحاجات دي مش فرق معايا أنا في حاجة واحدة بس هي اللي تعباني وأنا ماضي عقيما ومالك بيتي هو اللي عزر الدمشق لكن الحقيقة إن ربنا إله التعوضات كان لي حاجة تانية مختلفة كان لي خطة تانية صحيح يعني أنا قابلت ناس يا دكتور إكرام اللي محرومين من الأولاد ويقولوا يعني بيبصوا للقطة في اللفظ يعني الكلاف الشوارع يقولوا الكلاف بتخلف والقطة بتخلف وإحنا ربنا حرمنا ودي أعظم حاجة ويبقوا يعني وأنا شاعر بيهم جدا بس الحقيقة أنا عايزة أقول شفتي ناس زي ما شفتي ناس كده وكانوا في وقت بيقولوا خلاص مفيش أمل والطب بيقول مفيش أمل لكن بعد عشر أو خمستاشر وعشرين سنة والرب عمل معجزة وشافوا إن الرب إداهم مش حاجة عادية كده مش أي شيء يعني أنا عاوز أقول لك يا أسيس مجدي وأقول لأ حباء اللي بيشاهدوني بالذات في الجزئية دي يعني أنا بذكر في كل مكان كنت بروحه وبيبقى فيه صلوات قال أم شايل لطيف تقول ده ابن الصلاة ده جي بالصلاة ده جي بالصلاة في كل مكان أنا الإثنين طويلة ما كانش لكن ده جي بالصلاة والحقيقة الولادة اللي بيجوا بالصلاة ومختلفين فعلا الله الله بيعوض معرفش أنت مصدق الكلام ده ولا لأ يمكن الشيطان بيحاول يديك فكرة عن ربنا إنه قاسي وإنه بيحرمك الله إله محب ما له إزاي أنا عاوزك النهاردة تقوله رب سمحني على الفكرة إن لأنا صدقتها رب إنك أنت قاسي علي لكن أنت إله محب أنت إله صالح أنت إله أمان على فكرة أستيس مجدي في ناس ربنا بيدلحة يعني لو ذكرنا يعقوب يعقوب من أكتر الناس ربنا دلحة ومن أكتر الناس اللي كانت تعيسة يعني من أكتر الناس اللي كان عندهم مشاكل في الكتاب وعندهم ألام وعندهم يعني تهدرون شيبتي إلى الهوية هو يعقوب معني لو تأملنا في حياة يعقوب نلقى إن ربنا بارك ودلعه مفيش حد تدلع قد يعقوب لكن أنا باصص على إيه البرسبشن بتاعي أنا إيماني بإيه أحبائي ربنا عنده كتير وربنا هيده كتير لكن الأهم من عطايا ربنا إيمانك إنت باصص على إيه عينيك مفتوحة عليه ولا لأ الدرس الكبير والعظيم اللي قاله داود ما ليه في السماء ومعك لا أريد شيء على الأرض نصيبي هو الرب قالت نفسي على فكرة هذه كلها تزاد لكم زاد لكم يعني على البيعة لكن العطية الأساسية هي الرب ليك إنك الرب يكون ملكك الرب يكون بتاعك تقول كده مع المرنم نصيبي هو الرب قالت نفسي حبال وقعت لي في النعماء فالميراس حسنا عندي نفس كانوا بينتظروا الحبل يوصل لفين عشان يحددوا لهم الميراس أنا الحبل بتاعي حبال وقعت في النعماء مفيش ميراس أعظم من كده نصيبي هو الرب لو عينيك تفتحت على هذه الحقيقة صدقني هذه كلها تزاد لكم الرب هيديك لكن زي ببنقول إحنا كمصريين معرفش أحبائي اللي مش من مصر هيفهموني لكن ده تعبير دارج إحنا بنقوله في مصر يديك على البيعة يديك فوق البيعة لكن الأساس هيبقى فرحك بالرب مرة تاني أنا بقولك إحنا مش بنتحك عليك لكن إحنا بنوصل رسالة من الرب ليك النهاردة اعلم بإيمان إلهي هيعوضني إلهي هيملح حياتي بالأغاني إلهي هيحول نوحي إلى رقص لسه إمبارحي أساس مجدي أول إمبارح كان عندي صورة لبنتي وهي كانت حزينة في موقف ما وخدت صورة لها وهي بتعايت أنا قصاتنا عمل كده لأن أنا عارف إن ربنا هيتمجد وربنا هيعظم صانية وربنا هيحول النوح إلى رقص ويجي الوقت بسرعة وربنا عمل فأنا أصريت عشان قطر أعلمها درس أبعث لها نفس الصورة وأقول لها الرب قدي كان صادق حول نوح إلى رقص وردها كان قدي جميل يعني هو الرب شيء رائع إنها اتعلمت كده فهمت كده إن في وقت أنا هبقى ببكي لكن الله هيجي ويمسح دموعي في وقت هبقى في تعبان لكن الرب هيجي يريحني في كلمات ترنيمة أنت طبعا أضرب الترنيم مني يا سيس مجدي زمن الديقة زمن محدود أيوان زمن الديقة زمن محدود مهما حزنه وليله يسود أنا مستني فجر جديد يوم ما تحقق الموعيد فزمن الديقة فزمن الديقة صدقني زمن محدود أنت عايش مصدق أن كل الحياة هتستمر بهذه الطريقة عشان كده أنت مليان باليأس والفشل النهاردة رب يقول لك زمن الديقة زمن محدود أنا هاجي وهتمم كل الموعيد معاك أتمنى أن كلنا نمتلي بالرجاء وأتمنى أن احنا نطلع من البرنامج النهاردة وكل واحد بيحمل هذا الشعار إلهي هيعوضني بحسب غنان في تلبات صلاة جاية على الهوى كتير الحقيقة أول طلب صلاة من حد اسمه وليام هيعمل عملية في القلب فمفضلكم صلوا من أجله أمين الرب هو اللي يعمل لك العملية أخ وليام الأخت ماجدة من فرنسا عندها الأخ ماجد قاسد من فرنسا الضغط مش مظبوط فطالب صلاة من أجله وعنده إجهاد باستمرار ربنا يمدي إيده ويشفيك أخ ماجد ميري في مصر عندها ألام شديدة ربنا يخفف ألامك ويخفف ألام كل إنسان متألم بيسمعني النهاردة وهنصلي دلوقتي من أجل المتألمين وأنا واسخ ربنا هيمدي إيده بلبسة خاصة علشان يخفف الألام المهم كمان الألام النفسية هيمدي إيده يخفف الألام الجسدية لكن الألام النفسية ربنا يملاكي بالرجاء ويملاكي بالفرح ويملاكي بالثقة واليقين إن ده لفترة محدود لفترة وإن كان يجب تحزنون يسيرا مش كتير لكن يسيرا ربنا بيزكي إيمانكم لكن زمن التجربة زمن محدود كتاب يوصفه في اليوم الشرير في ساعة التجربة إذن فيه فيه وقت محدود وربنا هيجي بالتعوضات العظيمة ابن ابن الرب بيشرب كحليات ومش قادر يترك وإبليس مسيطر عليه صلي من أجل كله مقيد إن ربنا يفكوا ويحرروا مش حد يقدر يحرر غير المسيح يمكن في حد عنده عتاب الأم بتبكي إن أنا ما ذكرتش ابنها في الصلاة أنا بعتذر لهذه الأم أنا آسف طلبات كتير عندنا لكن صدقوني الطلبات كلها بناخدها وببعثها لمجموعات الصلاة في كل مكان في العالم وكل طلبة بتيجي بيتصلى من أجلها وأنا بقول لهذه الأم أنا أنا متأسف الرب يمدي إيده ويتمجد وتشوفي ابنك في ملء المشيء أو في ملء البرجة أم برضو طلبة صلاة من أجل بنتها إن الرب يديها قلب فهيم وينزع منها العصبية وإن ربنا يتمم لها على خير حد طالب بلجاجة من أجل إنه بيمر بتجربة صعبة والآن هو حزين ورفض الأكل أنا بقوله زمن الضيقة زمن محدود الرب يسمع الرب يستجيب سيس مجدي صلاة سريعة من أجل هؤلاء وصلاة من أجل المتألمين في هذه اللحظة أن الرب يمدي يمدي ويلمسهم لمسة تخفف ألم يا رب أنت تأمر بكلمة الآن في اسم الرب يسوع أنت تأمر بشفاء يا رب عبد قائد المياه قال لك قل كلمة فيبرأ غلام النهاردة بنقول لك يا رب قول كلمة يا رب لكل نفس منتظرك قول كلمة لكل نفس متألمة قول كلمة لكل نفس دخل على عمليات تقول كلمة على عبدك اللي مستعبد للكحليات يا رب أنت تفتح قلب وأنت تحرره لأنك أنت المحرر الأعظم كل نفس متألمة الأم اللي بتبكي لأجل ابنها يا رب احنا النهاردة بنقول لك قول كلمة الآن يا رب أنت لك كل السلطان ونحن نعلن سلطانك يا رب نعلن أنه لا يستحيل على الرب شيء أنت مكتوب هو أمر فصار هو قال فكان يا رب أؤمر أؤمر يا رب بتحرير وأؤمر بشفاء يا سيدنا بنضع كل اللي اللي بعته وطلبه ويترجوك ويعنيهم عليك اصنع معجزة يا رب تعالى بزمن التعوضات الآن يا رب مكتوب أرسل كلمته فشفاهم أرسل يا رب أنت أرسلت سلطان الملك فحله مع يوسف يا رب أنت ترسل يا رب صلي من أجل لمسة يا رب لمسة لكل نفس متألمة الآن يا رب لمسة حانية من يمينك يا سيد حط إيدك يا رب فلما رآه يسوع تحنن فلما رآه يسوع تحنن يا رب نظرة حانية ولمسة خاصة يا رب يا رب لكل إنسان الآن يا رب بيسمعني بيصلي وبيطلب أنك تخفف ألابه لمسة من يمينك يمينك القادرة لمسة لمسة شفاء لكل إنسان مريض فقد الأمل في الشفاء لمسة تحرير يا رب لهذا الإبن المقيد يا سيد الرب الكحليات يا رب فك حرر يا سيد لمسة تحرير لكل إنسان مقيد للمخدرات فك حرر يا سيد الرب فك حرر محدش يقدر يفك هذه القيود غيرك أنت أنت وحدك أيها رب إلهنا يا رب لمسة لكل نفس تعبانة يا رب كل إنسان نفسيته تعبانة بيسمعنا لمسة ليه الآن يا رب فرح قلوب عبيدك املأهم بالإيمان والثقة والرجاء وثقين يا رب أنك تسمع وتستجيب ولك كل المال آمين 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 بناخد أول تليفون معانا الأخ جميل من مصر أهلا بيك يا أخ جميل آمين آمين أخ جميل أنت على الهواء آمين آمين مساء مساء النور ربنا آمين دارك آمين ربنا دارك من قلب المصيح أكثر ويقوي إيماننا آمين آمين يا أخ جميل آمين يعني هنصلي من أجل ربنا يقربك أكثر من المسيح ويقوي إيمانك دي أحلى طلبة يا أخ جميل هل في حاجة تاني محتاج نصلي لك من أجلها يش في مهرائيل ويبارك بشوي آمين يش في مهرائيل مهرائيل بشوي آمين ويبارك بشوي مهرائيل ويبارك بشوي دول ولادك يا أخي جميل أه ولادك بتوديهم الكنيسة باستمرار وبتعلمهم كيف يصلوا ويقروا في الكتاب المقدس في الحين برضو صلاة أكتر مفتحدة كده مع إحنا إحنا هنصليلك إن بيتك يبقى بيت مليان بالصلاة يا أخي جميل وإنت تكون أعظم معلم للصلاة لأولادك لأن الولاد بيتعلموا من أبوهم فتكون أنت أعظم معلم للصلاة لأولادك بيتك يكون بركة ولادك ربنا يمدي إيده يشفى مهرائيل في اسم يسوع الآن يشفى تماما ويبارك ويبارك ابنك ويبارك ولادك ويبارك بيتك ويبارك كل حياتك أنت في كشكيل الصلاة يا أخي جميل معنا شكرا معنا الأخ وليا من ميتشجين أهلا بيك أخ وليام ألو سلام ونعمة سلام ونعمة وبركة أنا أنا مريض بعد يوم راح أعمل عملية قلب وبيدي يصلولي مشان يسوع المسيح يكون معايا في العملية أمين أخ وليام أخ وليام ما تخافش الرب يسوع المسيح هو اللي يعمل لك العملية والجراح ده يبقى آلة في إيده ما تخافش يا أخ وليام أنت سامعني يا أخ وليام نعم سامعني ايه سامعك قول أنا واثق في إلهي وأنا فرحام بإلهي هو اللي هيش فيه أمين 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 يا أخ وليام هنصلي من أجل الأخ وليام وهننتظر تليفون الأخ وليام قريب وهو بيكلمنا قد إيه الرب يتمجد معاه وما يبقاش كده متقلم أو حزين لكن يبقى فرحام بالرب إله والرب معاك يا أخ وليام ألو أسيس مجدي الرب هيعوضني طبعا وحددي بتتكلم أنه بس سوري أنه أنا أقطعك بس أنا تذكرت بخوة يوسف يوسف طلع من بيت أبوه تاخد من بيت أبوه هو عنده 13 سنة وقف قدام فرعون وهو عنده قاسف 17 سنة وقف قدام فرعون وعنده 30 سنة يعني كل الفترة اللي تقلم فيها 13 سنة بس يوسف يقول لنا الكتاب أنه مات عنده 110 سنة نعم يعني من سن 30 لحد 110 80 سنة عاشهم وهو ده زمن التعويض عشان كده زي ما حددك بتقول أنه الزمن بتاع الليل قصير لكن هيجي الفجر المسيح قاعد في القبر ثلاثة يام لكنه قام في اليوم التالي فيه قيامة مدام فيه موت فيه قيامة فأنا عايزة أشجع كل نفس خايفة متألمة مضطربة فقدت الأمل أن زمن التعويض أكتر بكتير جدا جدا 13 لـ 80 يعني ومش كده وبس يا أسيس مجدي ده 13 سنة كمان رغم ما فيهم من ألام كانت يد الرب معيوز ده شاف الرب بصورة مجيدة عشان كده قال كيف أصنع هذا الشر العظيم كان شايف الله في 13 سنة يمكن أكتر من كمان من بعد كده ودي الرسالة اللي أنا عاوزة وصلها للناس وإنت بتنتظر تعويضات الرب انتظرها وإنت فرحان انتظرها وإنت فرحان قول زي ما بدينا الترنيمة الحقيقة كان اختيار بإرشاد إلهي أنا مصدق واقع تاني مش الواقع ده يوسف أعطي نعمة في كل مكان تواجهت إليه وهو عبد في بيت فتفار أعطي نعمة وهو في السجن أعطي نعمة والرب كان بينجح كل ما يفعله بيده رغم انه كان شاب صغير في السجن لكن أعطي نعمة رئيس الخبازين كلهم موجودين معا ده قبل فأنا عاوز أقول ان حتى قبل بداية التعويضات الإلهية لازم أبقى فرحان لازم أعيش وأنا مهلل لان في ناس بيسمعون الحقيقة عايشين جو أحزنهم عايشين فيها زقهم المثل اللي كنت بقولهولك لشخص اللي كان بيكره كلمة الله يعوضك كانت فحلا عايش عيشة يعني كلها ألم كلها مرار كلها يأس وده بيدي للشيطان فرصة انه يشتكب شدة على هذا الإنسان ان الشيطان هيقول لربنا هو شايف لا بيؤمن بيك لا بيصق فيك ما عندهوش إيمان ما عندهوش ثقة فده بيعطي إبليس مكانا لكن لو أنا بعلن إيماني بعلن أن أنا مسدق حتى لو كان الواقع مرير لكن أنا فرحان بالرب ده اللي الرب عاوز يفعله ده هي في المرحلة اللي كنت بكلم عليها مرحلة الضحك المرحلة اللي بعدها بقى مرحلة مرار ده بالنسبة لصارة آه وفي حياة كل واحد يعني المرحلة الأولية أنك تبتدي تقول ما خلاص راحت مش هيحصل لكن المرحلة اللي بعدها بقى إبليس يحطك في مرحلة أنك تكون بتشتكي وكل كلامك مرارة وتبتدي تتهجم على الله تبتدي ما يكونش عندك إيمان تبتدي تقول ربنا مش بيعمل حاجة ربنا مش حاسس بينا ربنا مش ممكن أوصل إن أقول ربنا مش موجود من أساسه فدي خلي بقى لك لأن المرحلة اللي أنت بتقول بتاخدها بجانب نفسي يمكن أو تواضع أو يعني أنا خلاص بينقلك لمرحلة بعدها اللي هي مرحلة ضحك مش هيحصل بعد كده المرحلة اللي بعدها على طول مرحلة المرارة اللي هي أنا عندي مرارة من ربنا مش عايز حد يكلمني عن ربنا زي ما حدد كنت بتقول مش عايز حد يقول لي إن ربنا هيعمل ويبتدي عندي كلام فشل وأبتدي أنا أتكلم زي ما بيقول الكتاب كما شعر في نفسه تبتدي بقى أشعر أني مفيش وخلاص تبتدي الأرض ده المكانة زي ما حدثك بتقول بتتزرع إيمان لا الأرض تتزرع مرارة وتتزرع شك وتتزرع أني كلمات تفشيل والنتيجة أني هيجيب لي بس كل اللي هيعمله هيحط الواقع قدام عنايا والواقع هيخليني أفشل لكن النهاردة بروح القدس أنا بشكر رب بالأجل الموضوع الحلقة لأن أنا واثق أني في ناس كتيرة بتصلي الأجل أمور بقالها سنين وشايف أن الواقع صعب لكن النهاردة احنا بالنادي بنقول أن فيه زمن للتعوضات أمين أمين والنهاردة كمان يمكن ما حبيتش أحط عنوان للحلقة زمن التعوضات لأنني مش عاوز الناس تركز على زمن التعوضات لكن عاوز الناس تركز على إله التعوضات لذلك عنوان زمن التعوضات جاي 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 لكن لغاية لما زمن التعوضات ييجي تركيزي هيبقى على إلهي التعوضات إلهي هيعوضني وأنا لما هو هيعوضني أنا هفرح به أنا هفرح به لأنه صالح يعني ما عندكمش فكرة قد إيه فرحت وبنتي بتكلمني عن صلاح ربنا قد إيه فرحت ويمكن أنه هي بتكلمني عن صلاح ربنا كمان يعني باكت وعيات بس دموع غير دموع الحزن بقى دموع الامتنان والشكر الله صالح جماعة الله صالح الله إله أمانة لا جور فيه البتة معرفش أنت مصدق إلا أنا بقوله ولا مش بصدقه ولا مصدق كلام الشيطان وهو بيقولك صالح إزاي وسايبك في المشكلة دي صالح إزاي وسايبك مريض صالح إزاي فيه أرض مختصبة صالح إزاي وفيه ظلم صالح إزاي قل له أنا بصدق إن الله صالح وإني حق عندي إلهي وإني إلهي هيعوضني الأخت أم أشرف طلبة صلاة من أجل ابنها أسعد بخصوص المرض وطلبة أن احنا نصلي من أجلها ونصلي من أجل ابنها أمين يوم أشرف الرب يمدي إيده ويلمس ابنك لمسة شافية أحباقي في ترنيمة بتعلن أن يسوع أقوى ويسوع أعظم وأنه هو حي وأنه هو يقدر أنا مشغول أن احنا نرنم كلمات الترنيمة دلوقتي مع الأسيس مجدي ونقول رب أنت مش للذكريات ولا المجد راح وفات لكن أنت أعظم من كل تحدي إحنا بنواجهه عاوزين نطلبه في الترنيمة دي أنه أنت مش ناسي وعودك يا رب أنك تعوض عن السنين اللي أكلها الجراد وتدي موسم للحصاد تعالوا نعلن تعالوا نعلن أن ربنا أعظم أعظم من كل تحدياتنا أعظم من كل العقبات اللي إحنا بنواجهها أنا نفسي وأنت قاعد بتشاهدنا ترنم معانا كلمات هذه الترنيمة خلي كلمات هذه الترنيمة تديك إيمان وتديك ثقة وتطلعك برا اللي إنت فيه لأنه زي ما بقول نفسي الحلقة تخلص وكل واحد بيسمعني بيقول إلهي هيعوضني تعالوا رنم مع بعض الترنيمة دي انت مش للذكريات او لما كدي راح وفات او لفرحة دوم ثواني او دقائي او ساعات انت مش للذكريات او لما كدي راح وفات او لفرحة دوم ثواني او لفرحة دوم ثواني او لفرحة دوم ثواني او لفرحة دوم ثواني انت أقوى وانت أعظم وانت حي وانت تدر انت صخرة انت ملجأ انت فوق حد التصور انت مش بعيد هناك أو لوحدك في سماك انت مدي في وسطنا سور حماية بالهلاك انت أقوى وانت أعظم انت حي وانت تدر انت صخرة انت ملجأ انت فوق حد التصور انت مش أفكار جميلة أو حماسة للشباب أو كلام بيدوب ويدبل في موجهة الصعاب انت أقوى وانت أعظم انت حي وانت تدر انت صخرة انت ملجأ انت فوق حد التصور انت مش ناس الوعود تد موسم للحصاد وتعوضنا عن السنين انت مش ناس الوعود انت مش ناس الوعود تد موسم للحصاد وتعوضنا عن السنين انت موسم للحصاد انت حي وانت تدار انت صخرة انت ملجأ انت فوق حد التصور نفسي تكون دي كلمات فعلا طلعة من كل قلبك انت أقوى انت أعظم أقوى من المرض أقوى من السرطان أقوى من المشاكل الحلقة موجودة على الفيسبوك صفحة قناة الحرية تقدر تشغلها حتى بعد ما نخلص وكرر الترنيمة دي اقضي وقت أطول وانت بترنم الترنيمة دي ده اللي بنسميه اعلان ايمان افضل قول كده للرب انت أقوى انت أعظم ده اللي نمسدقه اعلن ايمانك وهم غلبوا بدم الخروف وبكلمة شهادتهم أه أعظم أعظم من ألامك أه أعظم من الناس الأشرار اللي واخدين حقك أه أعظم منهم يقدر يرجع لك حقك أه أعظم بكتير جدا 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 من كل التحديات اللي انت بتواجهها إلهنا ما أعظمه وما أمجده اعلن ايمانك به وقل له يا ربنا مسدق انك هتعور مني معانا الأخ أبو حنى من واشنطن وقاسفين ان احنا تركناك على الخط كتير أهلا بك يا أخ أبو حنى أهلا بك كيفكو دفتور رب يبارككم ويباركك يا أخي أشكرك شكرا كتير أنا حظم أشارككم بس في أيتين ويمكن أقرأهم فضل على الجميع بس بخصوص التعويل في يعقوب يعقوب رسالة يعقوب صح 1 عدد 17 نعم بيحكي كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازل من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ضل دوران نعم شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائطه نعم وفي آية بإرمية إذا سمحت 29 عدد 18 تفضل بيقول لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لا شر ليعطيكم مستقبل آخرة ورجاء وأنا بحث في صورة كثير مشوهة عن إلهنا الصالح اللي موجود في الكتاب المقدس الإله الأب المحب اللي بحب بدون شروط وبدون أي سبب بس لأنه فقط لأنه هو نبع المحبة عشانيك بحبنا وهذه الصورة المشوهة بتأثر كثير على موضوع التعويض اللي إحنا اللي إحنا اللي إنت تحكي فيه واللي إحنا بنحكي فيه فبننفك كثير مرات أنه إلهنا إله العهد إله العهد الجريد هو إله العهد يعني مش إله الظروف والإله الصخطات أو إذا شافنا حالتنا تعباني بيتركنا لكن هو إله العهد هو ملتزم فينا زي عهد الزواج مدام أنا ارتبط في زوجي أنا مرتبط معها لآخر يوم في عمري نعم الله مدام ارتبط معنا في عهد الدم دم المسيح هو ملتزم معنا للأبد فإحنا أولاده هو لا يمكن يتركنا ويبدعنا لأنه هو إله العهد هو عهد أبدي زي ما حكى برسالة الأبرانيين بدم العهد الأبدي نعم فهذا كثير بريحنا وبخلاله يتطمن ونصطق من آمن أنه رح يعوضنا عن كل السنين اللي راحت لو إحنا صدقنا فيه وإحنا دينا بإيمان وطلبنا غفران واتبنا عن كل الماضي هو جاهز أنه يعوض ويعطي كل اللي عنده من صلاة وبركة أمين 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 يا أخاة بوحنى رسالة الحقيقة رائعة في وقتها ويمكن أنا بشكرك يا أخاة بوحنى الأخة بوحنى مش عارف أن أنا بطالع الرسالة اللي جاية مباشرة على الفيسبوك أو على القناة ويبعثوها لي الحقيقة في رسالة كتير جاية من أحباء غير مسيحيين أحباء مسلمين وبقول أحباء مسلمين بقصدها من كل قلب أنا بحبهم فعلا مش كلمة أنا بقولها وبكرر أني إحنا برنامج قد الصلاة بنصلي من أجل بكل الناس ما بنفرقش بفرح جدا لما بقى أحمد طالب صلاة محمد شيماء بفرح جدا بهذه الطلبات وبشكر ربنا لأنه كتير من أحبائنا المسلمين كلمونا وقالونا إن ربنا سمع واستجاب لكن أنا واضح مع حباء المسلمين أنا مش بصلي للنبي عيسى لكن أنا بصلي للمسيح إلهي الحي المسيح بالنسبالي مش نبي لكن المسيح بالنسبالي هو إلهي الحي مش نبي أنا ألهته لا لكن هو إله جاء وتجسد أشان أبقى واضح وكل معجزة بتحصل بتحصل باسم المسيح الحي عمل معنا معجزات كتير وهيعمل معنا معجزات كتير فأهلا بكل طلبات الصلاة من أحبائي المسلمين واثقين إن ربنا هيعمل معاكم معجزات الرب ما بيميسش هو بيحب الكل أنتو غاليين جدا 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 على قلب الرب ويقولك ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدي لو أنت عزيزي المسلم عندك مشكلة أنت في ضيق ادعو الرب يسوع ادعو إلهي وإحنا هنصلي من أجلك وهينقذك لكن لما ينقذك لازم تعطيه المجد يمكن كتير من أحبائنا المسلمين عندهم هذا التساؤل إيه اللي أنتو بتعملوه ده؟ واحد عيان تصلوله واحدة عاوزة تخلف تصلولها واحدة مش عارفة هو يعني ربنا زغيا للدرجات طبعا أنا بعذر أحبائي لإني الفكرة اللي واخدنها عن ربنا مختلفة هو الله الأكبر الحي القيوم الذي يعبد ويعبد بخشوع لكن ما ليش حق أني أكلمه لو قلت أنه هو يكلمني هو يكلمني ده كده إحنا كفرنا دي بدعة ما ينفعش أبقى في شركة معا لأ هو هناك بعظمته وأنا بعيد عنه العبد اللي هعبده وهقدم له فروض الطاعة ولا لا لكن مش هبقى في شركة معا والحقيقة أحبائي المسلمين علشان كده هم معذورين أنهم مش هيقبلوا فكرة أن الله يتجسد لأن الصورة اللي بيقدمها الكتاب المقدس عن الله مختلفة عن الصورة دي تماما علشان كده أنا بدعوكم أنكم تقروا الكتاب المقدس اقرأ كتاب مقدس عشان تعرف مين هو إله المسيحي مين هو أي إله مختلف هو إله تكلم مع موسى عبد هو إله دعى إبراهيم خليله هو إله يصر بأن يكون له شركة مع البشر هو إله بيحب الإنسان صنعت إيديه وعاوز يكون في تواصل معاه يعني أنا بذكر من سنين طويلة في كتاب أعتقد من شخصة مسلمة أعتقد أنها إيرانية اسمها بلقيس الشيخ كانت تتقابلت مع المسيح وكانت تعرفت على المسيح كإله وكمخلص وكان كتابها الله هل هو أبي يعني دي أكتر حاجة لمستها في المسيح لمستها في المسيحي إن الله مش هو الله الأكبر العظيم لكن الله أبويا إحنا كمسحين لما بنصلي بنصلي بنقول أبانا الذي هو إداني هذا الامتياز انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله ده الإعلان الإلهي عن نفسه في المسيحي فأنا بعذر كل أحبائي المسلمين اللي بيدخلوا وبيكتبوا والحقيقة كتير منهم بيكتبوا في منتهى الأدب أنا بشكرهم وبيحاولوا يعني ينصحوني أو ينصحونا خدوا البالكم لا ده كفر أنا بشكركم وبشكر محبتكم وبقول لكم وإنتوا كمان اجتهدوا في إنكم تبحثوا عن الحق يعني أنا عاوزة أطمنتك أنا بحست عن الحق ووجدت الحق في المسيح ويمكن أنت يعني دور على الحق دور عليه دور عليه في كتابك يمكن تلقاه بس الحقيقة اللي ذكره كتابك عن المسيح يخليك لو قلت على المسيح النبي أنت بتكفر بالله كتابك بيقول إن المسيح خلق من الطين يعني خلق يخلق فهو الخالق فمعنى أنك بتؤمن إن المسيح نبي خلق أو كان شريك لله في خلقه تقول بإذن الله هو بإذن الله وفي حاجات بتاعة ربنا ينفع يشارك حد فيها يعني لما يجي دين ربنا يجي يقول له تعالى يا نبي أنت دين معايا لا هو 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 الديان هو الخالق هو الغفور فيه صفات مرتبطة بالله فيه حاجات ما ينفعش حد يعملها غير ربنا وإنت يعني في كتابك اديت المسيح صفاتين إنه خالق وإنه ديان وذي صفات بتاعة ربنا لو أنا قلت المسيح نبي وهو الخالق والمسيح نبي وهو الديان أنا أنا رأي أن أنا بكفر بالله وبشرق بالله وبجعل له شريك جعلت النبي عيسى شريكا له شريكا له في القلق برنامجنا مش برنامج مجدلة لكن أنا أنا بقول لك إيماني وبحمل لك إيماني أخوي الحبيب المسلم دور ابحث كتاب المؤسس بيقول فتشوا الكتب فتشوا الكتب دور في الكتاب المقدس أو إذا كنت في ناس كتير ملحدين شافوا حاجات كتير في الدين فقالوا لا 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 الدين ده يعني حاجة شريرة من سرع الإنسان أو من سرع فئة عشان يتصلطوا علينا فإحنا رفضين الدين بكل ما فيه الله مش موجود لا حبيبي الله موجود الله لمسته شفته اختبرته أعماله غير المنظورة طرى متركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولهوته حتى أن كل عاقل بلا عزر في أنه يعلن أنه هو الله وهنعمل حلقات على الإلقاد واللي بيقولوا أن العلماء ملحدين مين قال أن العلماء ملحدين يا معلماء محترمين جدا لكن بيؤمنوا بوجود الله يمكن الاختلاف مين هو الله إيه الإعلان اللي الله أعلنوا ليهم الصورة اللي بزهنهم عن الله هو ده اللي الأمر ويتوقف إحنا الله هو أبونا وبدعوا كل أحباء المسلمين يعني أتمنى أني بدل المجادلات ابعطونا في البطسال إحنا عاوزين نصل لكم من كل قلوبنا بنقول لكم كده إحنا عاوزين نصل لكم إلهنا إلهنا بيحبكم 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 وعاوز يعمل معجزات معاكم اتواصلوا معنا وأنا متأكد أنكم هتشوفوا معجزات غير عادية من إلهنا معنا بنت الملك من أمريكا أهلا بيك يا بنت الملك هلو مساء الخير مساء النعمة والبركة ربنا يباريكم حقيقة البرنامج حضور الرب في طريقة غير عادية شكورك وأنا بصير في الحاجة أشجعكم أنا بلمس مجد الرب وأنا قعدة شكورك حالة حاجة في الوقت ده هو ده الصلاة هو ده مفتاح السماء والصلاة بيدينا قوة بيخلينا نعيش حياتي سوى العملية فرابنا فعلا يباريكم ويستخدمكم لمجد اسمه ويبليز أنا عندي قلب الصلاة عندي جز بنتي البروتين بيقع من جسمه فرقليب تتورن بطريقة عجيبة قوي ومش بيقدر يقف يروح الشغط وجالوا فيروس من أسبوعين وتحجز في المستشفى حوالي عشرة أيام فصلوا من أجله وارفعوا إيدي قدام اسمه بس مفردا عشان الناس تذكروا بالاسم اسمه أشرف أشرف أمين بنت الرب نعيديك أن أشرف يكون في صلاتنا وكل أحبائي شركاء الصلاة تضلوكم حطوا أشرف في الصلاة ومنتظرين تليفون قريب جدا منك يا بنت الرب تقولي أن الرب مدي إيده ولمس أشرف لمس الشفية شكرا لك يا بنت الرب أنا شارككم بصلاة آه ياريت أنا هكت أطلب منك حلا دلوقتي من فضلك صلي من أجل كل إنسان مريض ربنا يلمس أشرف ويلمس كل إنسان مريض بيسمع تفضلي يا ربي من كل القلب بمشكورك وبنعظمك بكل التضاع وتواضع وخضوع وخشوع أمام شخصك العظيم المبارك لأنك أنت مهوب وعالي أنت قدوس أنت سيد للأرض كلها أنت السماء كورسيك والأرض موت قدميك أشكرك بعظمك أما أنا فبكسرة رحمتك أدخل بيتك أسجد في هيكل كورسيك أوفي بعظمك ببركة يا سيد الرب لأنك أنت تضيء سراجي أن رب يمير ظلمك مبارك اسمك إلى الأبد ورأيت طرقه وسأشفيه وأفوضه أشكرك أمين 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 أشكرك يا رب أشكرك 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 يا رب أشكرك 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 لك كل المجد لك كل الشكر بعظمك بمركات إلى أن يسكب علينا روح للأولاء فتسير البرية بصينا ويحسب البصينا وعرض مبارك اسمك إلى الأبد لأننا نصل يا ربي بأجل كل طلبة وكل قلبه قدامك يا رب طالب واجهك يا رب يعنينا عليك مش على الوعد يعنينا عليك مش على التعويض يعنينا عليك مش على البركات يعنينا عليك مش على الشفاء لكن عينينا على ملك الملوك ورب الأرباب قالينا على المخلص المغير المحرر الوحيد لأني ليس بأحد غيره الخلاص بنبركك وبنعظمك بارك خواتي واستخدمهم لمجد اسمك يا سيد رب أني أصلي في اسم المحبوب يسوع ولك كل المجد أمين أمين الحقيقة مش هشكرك لكن هشكر الرب من أجلك ومن أجل روحه اللي مليكي أهلا بيك شريكة معنا في برنامج قوة الصلاة أمين يعني من فضلك كوني شريكة معنا في الصلاة في الطلبات في التواصل معنا أنت شجعتين جداً النهاردة نعم وقد إيه صلاتك لمست قلوبنا وأنا واثق إنها لمست قلوب ملايين اللي بيشاهدونا والتصلك النهاردة مش بالصدفة لكن أنت قلتي اللي ربنا عاوز يقوله للناس واللي أنا بحاول أقوله من أول الحلقة بتطلبي من أجل شفاء حد لكن حياتك كلها نصر بتقولي أنا مش بطلب التعوضات أنا بطلبك أنت والتعوضات هتيجي على البيعة ربنا يبركك أهلا بيك شريكة معنا في قوة الصلاة الأخت فلورة من مصر أهلا بيك يا أخت فلورة الحمد لله يا أخت فلورة أهلا بيك أهلا ربي بارك ربي بارك يا أخت فلورة تتكلم النهض عن إله التعوضات يا دكتور كرام نعم إله التعوضات ليه اختبار معنا أنا دي كل حياتي كلها اختبارات تفضلي أنا والدتي والدتي كانت مريضة قبل كده فاشا الكله وهو أنا معك كاتمه وهو أنا معك نعم والدتي من شهر وصلت للسماء نعم وصلت للسماء فأنا كنت كل اعتمادي كنت بحولها تعفض على جد مرضى بابا وصل من السماء من 22 سنة هي وصلت السماء من شهر بات ربنا عزيك يا بنت كنت عشى معاها ربنا عزيك اتفضلي احنا سمعين فأنا كان كل تكالي واعتمادي كله على ماما أن هي ما فيه زبرهية اللي بتغذلني وأن أنا مش أكذر أفريقها واضح إنها يعني رغم ظروفها الصعب أسيس مجدي لكن تشددها بالرب نعم أشكرا عاوز تعليقك بسرعة لنمعنا تلفنات كتير على الخط على كلام بنت الرب وصلاته الحقيقة شبعان بالكلمة يا دكتور إكرام واللي شبعان بالكلمة مليان ولما الكلمة تتملي بتطلع سمر زي ما بيقول مزمور واحد أنا بحب الآية اللي بتقول فيكون كشجرة مغروسة عندما جار المياه تعطي سمرها في أوانه ووراقها لا يزبل نعم فهي واضح من صلاتها إن هي وراقها لا يزبل وإن كانت الظروف صعبة وإن كان في مرض كان في ألم لكن الكلمة بتودي قوة فتلاقي يعني الصلاة غنية بكلمة الله ولما يكون الصلاة غنية بكلمة الله ده دليل على علاقة حية بالكتاب نعم مكتوب عن كلمة الله حية وفعالة نعم فأنا بشجع كل واحد بيسمعني إن الصلاة وقرية الكلمة تعمل لوجوك تفاعل والتفاعل ده يطلع حاجة ما كانتش موجودة يعني في الكيميا بيقولوا تحط حاجة على حاجة يطلع حاجة تلت فده اللي يحصل ظروف صعبة أحطها في محضر الرب وأشبع بالكلمة تطلع إيمان رائع حقيقة مثال جميل ورائع يمكن لما ربنا سقلني بالبرنامج بالبداية كان نفسي أحبقنا غير المساحيين يسمعونا بنصلي بنقول إيه إن أنا كتير كانوا من زميلي يشوفونه يحسوا إن أنا بصلي وهما غير مسحين يقولوا أنت بتصلي بتقول إيه إحنا عاوزين نسمع أنت بتقول إحنا عارفين أنت واقف بتصلي لكن عرفنا أنت بتصلي وبتقول إيه فيمكن أحد الحاجات اللي ربنا حطها على قلبي في البرنامج أحبائي غير مسحين يسمعونا بنصلي بنقول إيه صحيح إحنا بنصلي كده والحقيقة صلاة بنت رب كانت يعني مثال كانت نموذج رائع إحنا بنصلي الأبونا إحنا بنصلي الإلهنا المحب إحنا بنصلي الإله اتجسد وجيل أرضنا وصار شريك لنا علشان يتحبينا إحنا بنصلي الإله قريب هو مش عالي في سماء لكن جيب سكن جوه قلوبنا موجود معانا عايش معانا بيحيا فينا إحنا بنصلي الإله بنقول عنه لا أحيا لا أنا بالي المسيح يحيا فيا بقول لأحبائي المسلمين وبصلي ربنا ينور القلوب ويفتح العيون معانا الأخ فادي من مصر أهلا بيك يا أخ فادي وأسفين للإطالة أهلا بيك يا أخ فادي لا أنا بسمع القضية إمتى يا أخ فادي 12 يوم 12 12 فبراير يعني بعد بكرة ألو أنا مش سامع الخطبني إن شاء الله يطلع كلهم إن شاء الله بنعمة رب هتكلمنا الأسبوع الجاي بنعمة رب يا أخي فادي إن شاء الله إن شاء الله وصلا من أجل يدي كرولوس وصلا من أجل أنا ربنا يديد لي وتنجد معي أمين أتمنى الظروف دي كلها يا أخي فادي تطلعك خادم لربنا أمين 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 يعني خلاص أوكي أمين شكرا دكتور رب معيك يا أخي فادي رب معيك داخل معانا الأخت نهرين من لندن أهلا بيك يا أخت نهرين مساء الخير يا دكتور إكرام مساء النعمة والبركة يا أخت نهرين مساء الخير يا أخت نهرين أهلا بيك مرتين رب إلن باركك على سرنينتك الجميلة ربي باركك إحنا سمعينك يا أخت نهرين تفضلي أنا مش سمعات إحنا سمعينك تفضلي عايزة أشهد عن إلهي أدي إيه هو إله التعويضات نعم أنا الأسبوعين اللي فاتوا طلبت من شهر أو من وكمان من أسبوعين طلبت صلاة للرجل المحبوظ نعم وكمان صلاة للأخت لوليتا عايزة أشهد أن إلهي الحي إلهي التعويضات عوض كتير فالشخص اللي حطينا اسمه الشخص المحبوظ الرجل المحبوظ نسبة المرض بتاعته نزلت أوي 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 أحسن من قبل بكتير أوي يعني خلينا نقول مثلا إن كانت عشرة دلوقتي أربعة يعني الرب بيسمجز وبيسمع صلاة القديسين والأخت لوليتا كان عندها سرطان في الكبد وفي الرئتين في الكبد اختفى تماما حتى الأطباء مستغربين اختفى إزاي؟ ما حدش يعرف لكن إحنا وصي في إلهنا إنه هو حي يسمع الصلاة واللي في الإصاد في جسمها حاجة بسيطة جدا فبيعلقوها وقالولها ما فيش داعي أنت تستني في المستشفى ارجعي لبيتك ووديوها مواعيد عشان تروح تعمل بس كيموثيرابي وترجع لبيتها فالرب تمجت معاها برضو شكر ربنا والرب تمجت معا حاجات كتيرة فإلهنا تعلم هو إله التعويضات واللي مش عارف خلي يعرف وكمان كمان في تجارب كتيرة الناس بتعدي فيها بس لما بنصلي إحنا عندنا مجموعة صلاة جميلة في لندن لما بنصلي بنشوف استجابات صلاة كتيرة أوي 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 وإلهنا إله التعويضات بيعوض وبيعوض كمان في كل حاجات في الماديات في الروحيات في كل حاجة فبأمانة بأمانة شديدة إلهنا إله التعويضات فأشكركم جدا وبشكر البرنامج وبرنامجه هايل وناس كتيرة بتحب البرنامج ده وأنا عايزة أصلي يعني أشهد أنه أنا حطيت اسم الأخ وليام في الورقة بتاعتي عشان أصليله واسم أشرف اللي هو جوز بنت بنت الرب فباش عشان يطمنوا إنه فيه ناس بتصليلهم من أنحاء العالم أمين إلهنا حي وإلهنا موجود وهو صالح وأب حني ورحيم وحيسمع ويستجيب لصلاة أشكركم جدا وربنا يبرككم أخت نهرين بشكري جدا أنت شريكة لنا في الصلاة من بداية البرنامج يعني من سنوات طويلة وبشكركم وبشكر أحبائي شركائنا في الصلاة في لندن في مجموعة رائعة بتشاركنا الصلاة في لندن ربنا يبرككم ويحفظكم والرجل المحبوب أشكر رب من أجل الأخبار الرائعة وهنواصل صلاتنا من أجله لغاية لما ربنا يتمم شفاءه كاملا نهرين بتقول من عشر لأربعة لا إحنا المسيح لما بيشفي بيشفي شفاءا كاملا لا يبقى فيه أربعة ولا تلاتة ولا اثنين ولا واحد لكن شفاءا كاملا جلد نعمان السورياني يرجع زي جلد طفل صغير ده إلهنا الرائع العظيم وشكرا للرب من أجل شفاء الأختي لوليتا وربنا يكمل عملها معانا الأخ ممدوح من مصر ومعليش هستأذنكم يبقى ده آخر تليفون لإني عندي تلبط صلى كتير على الهوى ولازم نقولها وعاوز أقول لكم إحنا متواصلين معكم باستمرار يمكن بنتواجهة ساعة ونصف على الهوى لكن تقدروا تتواصلوا مع قناة الحرية مع الكول سنتر في أي وقت كلموا ابعتونا صلاتكم هنصلي شاركونا الصلاة انتو كمان هتصلوا وبصلواتنا هنقدر نغير العالم بصلواتنا هنشوف معجزات عظيمة ربنا بيعملها معانا أهلا بيك أخ ممدوح أهلا لدكتور الكرام مساء الخير وكل سنة أول حضرتك طيب وأنت طيب وتحياتي للأستيس مجدي ربي باركك أهلا بيك أخ ممدوح يعني أنا الحلقة جميل قوي إلهنا إله تعويضه نعم بس الثقافة المتيحية والفكر المتيحي دايما بيدور على أني ربنا أنا عاوز ربنا يعوضني عن إيه هل أنا بطلب من ربنا أن أنا أأكل كل أنواع الأطعام المجسدي بيشتهيها أو ألبس كل أنواع الحديد اللي بتليح نفسي هل أنا مثلا عاوز أسلم في قصر أو عايز عربية سريعة أو عايز كروة والما أنا أدور على محبة ربنا يعني لما ربنا يعوضني عن السنين اللي أكلها الجراد وأنا بعيد عنه وأنا في الكرة البعيدة وأنا بعيد عن محبته وقلبي ما فيهش رحمة أو ما عنديش أمانة أو دايما بحثت غيري أو قلبي حاقد أو حاسد أو جغير أو بتمنى الشر للناس وفاجأة ربنا غيرني كليا واجه النظر لي وخلني أشوف ألامه على الصبيب أقول يا ربي أنت أخليت ذاتك وأخليت مجدك وسمائك وطرقت مجدك وسمائك وعظمتك وأخذت جسد البشر شبهتني في كل شيء مخالة الخطيئة وحدها يعني الله سيد الكل وإله الكل صار عبدا من أجلي صار إبن الإنسان علشان يخليني أنا إبني لله فده تعويد كبير جدا أنا مش عايز بعديه أي تعويد تاني أنا بقول لكل إنسان على الأرض المسيح هو تفايدك المسيح هو الإله الحي الحقيقي ما تطلبش معاه حتى الشفا الجاثب كل ربي يكثي تكثيني نعمتك أنا عاوز الشفا لنفتي ولروحي أنا عاوز أحبك من كل آل وكل نفتي وكل فكري وكل كبرتي عاوز أتأمل في ألامك على الصالح الإيدي الحلوة اللي كانت بتشفي كل مرض اللي كانت بتفتح عيون العميان وتشفي المشلولين والبرد في الأكل والصرب وتخرج الشواتين سقضوها بالمسامير إيه الزمن اللي عمل المسيح علشان يصلم علشان يصلم وهو يتزلل ولم يفتح فا من أجلي وأجلك وأجل كل العالم وأنت سيد المسيح ورايح تدور على سلوس علشان تعمل إرهاب وتسفج دم الأبرياء بتدور على جيزيا وعلى غنائم وعلى نساء تتجوزهم في العالم لا أنا عاوزك تدور على السيد المسيح لهنا هو الإله الحي الحقي السيد المسيح كان يقول يسمع خيرا على الأرض بيقول بقدميه الطاهراتين وبعدين ثقبوا هذه القدمين بالمسانير وسلمينه دم ونقي علشان يتخار جنبه اللي حدينه الطعم بحربة الغجر والظلم علشان يسينه منه دم يتهرك ويتهاره ويتهار كل العالم جدينه اللي عليه تجان أغلق أنواع الأحجار الكريمة صار عليه إكلين للشوك وسلمينه دم وعرق ودموع علشان كل الدم ده يتهرك أنت ونقيط أنت بعد ذا كله أنا عاوز تعويض إيه أكتر من كده الله المسيح هو كفادي أخي ممدوح يعني كان مسك الختام للكلام أنا وكانش عارف أقول كلام جميل زي اللي أنت قلته أنا آسف ما عليش وقت البرنامج بيخلص لكن أشكرك من أجل هذا الكلام رأعو وأرجو في الحلقة الجاية نكمل نفس الكلام اللي بتقوله يا أخي ممدوح أخي ممدوح بيقول لكم ما فيش تعويض أعظم من المسيح لو أخدت المسيح من نصيبك هو أعظم نصيب وأعظم تعويض والباقي هيجي زي ما بنقولك مصريين على البيعة بسرعة لأن الوقت خلاص فاضل دقيق قليلة في تلباط صلاة كتير جاية بنت الرب من العراق طلبة صلاة من أجل أولادها أنهم يلتسقوا بالرب ويصيروا خدام وكرزين بإسم الرب إلهنا طلبة صلاة من أجل ارتباط بنتها ويكونوا في ارتباطاتهم يا رب ارتباطات مقدسة من عندك مش أي حاجة رب تسمحش أنهم يوععوا يا رب ما تسمحش أنهم يوععوا سلام المسيح طلبة صلاة من أجل أولاد الرب للارتباط أمين أمين ده أمر مهم جدا أن احنا نصلي من أجله أن ربنا يختار الزوجة الصالحة لولادنا ويختار الزوج الصالح لبناتنا ده شيء مهم جدا محتاج أن نصلي من أجله أخ طلبة صلاة من أجل سلامة البيت وعدم انهيار وربنا يحفظ بيتك بيتك مش هينهار بيتك المسيح حيثنده وهيحفظه الدور شديد علي قوي الأخ تيمي عوض أمين ربنا يمدي إيده الأخت عيدة طلبة صلاة من أجلها ومن أجل وحيد ابنها الأخ أبو مهند طالب صلاة أسيس مجدي بسرعة بعض الطلبات مش كلها لدي الوقت لنا النقاش طلبة صلاة من أجل الامتحانات وفرصة عمل مونة طلبة صلاة من أجل إيجاد فرصة عمل والأجل ظروف صعبة نشأة طلب صلاة من أجل الشغل والرب يتمجد رشيد برضو شفاء وعنده جلطة في اسمي الرب يسوع يخف جون وجينا معرفتهم بالرب يسوع عندنا تلبط صلاة لأجل الاحتياجات من الأخ فادي الأخت فايزة الرب يتمجد بشفاء ويعمل معجزة الأخت نهاية اللي عندها تلبط صلاة من أجل عمل والرب يتمجد عندنا كمان الأخت سعاد من أجل صحتها تعبانة الرب يتمجد وقعت على الأرض والرب يعرف ولادها بيها والأخ ماجد عنده تلبط صلاة من أجل ضغطة عالي جدا الرب يمد إيده بالشفاء يا أخ ماجد والأجل كل الطلبات اللي أسيرت واللي الناس بعتوها الرب يستمع ويستجيب في اسمي أمين بسرعة الأخت منال على الفيسبوك طلبة صلاة أن يتمحها بإبنها بعد خمس سنين ربنا حققلك الوعد الأخت ناجوة طلبة صلاة من أجل أولادها الأخت إيمان طلبة صلاة أن الرب يديها حكمة أمين يديك حكمة سماوية من عنده الحقيقة طلبات كتير نعيدكم إنها تتبيعة لأحبائنا اللي بيصالوا في كل مكان ونكمل الأسبوع القادم بنعمة رب أسيس ماجدي في أقل من دقيقة نرفع طلباتنا يا رب انت وعدتنا أن مهما طلبتم من الأب بإسمي فإني أفعله نحن نتقدم أمامك لأجل كل هذه الطلبات كل الأسماء على حدة يا رب ان كانت ذكرة بسرعة لكن يا رب أنت تعلمها جيدا وأنت تشعر بألام كل واحد وباحتياجات كل واحد تمجد مع الجميع وأسدد كل الاحتياجات في إسم المسيح آمين آمين يا رب احنا وصقين يا رب أنك بتسمع وتستجيب نعم يا رب وصقين يا رب أنك رأيت مزلة شعبك وسماعت ألينهم وتمد يدك الآن لخلاصهم أشكرك يا رب أشكرك أشكرك يا رب لأنك تنظر إلى مزلتهم أشكرك يا رب لأنك تتدخل سريعا تقوم وتنصفهم سريعا لأنك أنت أبونا السماوي أنت إلهنا المحب بنرفع كل صلواتنا أمامك يا رب كل طلبة جت كل طلبة ذكرناها كل طلبة ما ذكرناهاش برفع إخواتي اللي بيشاهدوني الآن قدام شاشة التلفزيون قدامك بحطهم ردد يمين البركة عليهم يا رب ردد يمين البركة بارك الكل أؤمر بالبركة لأنك وحدك يا رب مصدر كل بركة لحياتنا يا رب أنا بشكرك من كل القلب لأنك بتسمع وتستجيب ولأنك سمعت واستجدت لك كل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد آمين آمين تسمك دي بشكرك من أجل وجودك بركنا بوجودك بركنا بترنيماتك الرائعة الممسوحة الرب يحفظك الرب يبارك أحبائي شركائنا في الصلاة في كل مكان في العالم أنا بشكركم من أجل صلواتكم من أجل اتحادكم معنا في الصلاة من أجل أنكم مش مجرد مشاهدين لكن بتشاركونا في الصلاة بتسجلوا الصلبات وبتصلوا من أجل كل طلبة وقتنا اللي مجتمعين فيه انتهى لكن هنلتقي الإسبوع كله قدام عرش النعمة إلى أن نلتقي الإسبوع القادم ساعة 12 بتوقيت كاليفورنيا عشرة بتوقيت قاهرة وحلقة جديدة من برنامج قد صلاة بستودعكم بين إيدين إله التعودات ورب معكم تعبانا ومتصور وإنت الشفافة في إيدك مهمومنا وبرمي كل همومي عليك ما حسنا وإنه في أحتياجي فيك ويفح دياجي وطافيك برفع صلاتي ديك وأنا بصلي ووايك عالبت ومستنيك أسامع الصلاة وعشاك انت البلاد ترغي ملنج سواك إيمان دفيك وفي قدرتك وعشاك انت البلاد ترغي ملنج سواك إيمان دفيك وفي قدرتك ترغي ملنج سواك وعشاك انت البلاد ترغي ملنج سواك إيمان دفيك وفي قدرتك ترغي ملنج سواك 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 ترغي ملنج سواك